اشتركوا في القناة ويفترض ان هذا المكان هو موقع قصر ثانوي قيل له تقع جنوب قصر سابي جيونج لذلك فمن المحتمل جدا ان يكون جوندنامجي هو المكان الذي كان يقع فيه هذا القصر تم انشاء بركة جوندنامجي الحالية بين عام 1965 و1967 عن طريق تجريف قاع البركة وتكديس التربة على التل عند الحفة وزراعة الصفصاف الباكي تبلغ المساحة الاجمالية حوالي 13000 بيونج لكن نتائج التنقيب تشير الى ذلك كان الحجم الاصلي اكبر بكثيرا اجريت التنقيبات في الفترة من 1990 الى 1993 و1995 ومرافق تجميع المياه والممرات المائية ومواقع البناء المصنوعة من الاشجار والطين تم فحص طبقات التربة اللازجة الباردة في منطقة جوندنامجي وما حولها يبلغ طول منشأة تجميع المياه 11.65 مترا من الشرق الى الغرب وعرضها 3.13 مترا من الشمال الى الجنوب ويبدو وكأنه جدار مصنوع من جدوع الاشجار المزدوجة على طول الحفة من الجهة الشرقية الخارجية بالقرب من منشأة تجميع المياه وتم تحديد قناة مائية في اتجاه الجنوب الى الشمال وتم جلب المياه الى منشأة تجميع المياه من خلال ذلك الجزء الغربي من منشأة تجميع المياه عبارة عن مساحة 6.3 متر مربع يمكنها تحزين المياه والجزء الشرقي به اخدود ضحل على شكل اتحاد للسماح بتدفق المياه الى الداخل من الممر المائي ليتدفق بعيدا الممر المائي هو ممر مائي طبيعي بدون تركيب اي اجسام صناعية وممر مائي صناع تصطف على جانبه شجرة وتصطف شجرة التابلة الخشبي بطول 35 سم ومصنوع من خشب الصنبري وهو يتوافق مع ياند جو تشيوك الذي يبلغ طوله 35.05 سم من خلال اثار واثار فترة بيك جيب مما يوفر دليلا مهما للدراسة اوزان ومقييس بيك جيب بالاضافة الى ذلك اسماء المناطق الادارية مثل ويسترن هوشانك تم تسجيل يوند جو وو ها جو على اللوح الخشبي لذلك تم تأكيد هوهانغي الذي تم تأكيده فقط في الادبيات ويتم تقييمها ايضا كبيانات قيمة للبحث في نظام بيك جي الاداري والذي يتكون من خمسة اجزاء وخمسة اقسام بالاضافة الى ذلك هناك العديد من المجارف الخشبية والمجارف وانوال خشبية داخل الممر المائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة